نستضيف معنا هنا في الستوديو الإعلامي نبيل دريويش رئيس تحرير بيقالات BDN TV والمختص بالشأن الإسباني أهلا وسهلا فيك نبيل مرحبا لنا أهلا نبيل نبيل سنتحدث عن هذا الهجوم هذا الهجوم هو أول عملية إرهابية بعد تفجيرات القطار بضواحي أتوتشا بمدريد عام 2004 ما الاختلاف أو أوجه التشابه بين العمليتين هناك عدة اختلافات ما بين عملية أتوتشا وما بين العملية الدهس التي كانت في الرامبلا في بارسلون يوم أمس أولها أنه ليس نفس التنظيم بمعنى أنه اعتداءات 11 مارس عام 2004 قام بها تنظيم القاعدة وقام بها في سياق دولي خاص بمعنى أنه كانت عمليات انتقامية من السياسة الدولية لإسبانيا وأساسا من مشاركة خوسي ماريا أثنار الذي كان رئيسا للحكومة الإسبانية مشاركته إلى جانب جورج بوش وإلى جانب توني بلير في الحرب على العراق فكانت تلك الهجمات كنوع من الانتقام وكانت نوعا جديدا من العمليات لأن إسبانيا في تاريخها في مواجهة الإرهاب كانت تحارب فقط تنظيم إيطا المتطرف الباسكي وكانت لها تجربة أربعين سنة من الحرب ضد إرهاب تنظيم إيطا وكان يعني العمليات التي تقوم بها الحركات الجهادية الأول مرة فوق تراب الإسباني كانت نوعا جديدا على إسبانيا العملية التي تمت بالأمس تمت من طرف تنظيم داعش الإرهابي وتمت في منطقة أو في مدينة برشلونة وليس في مدريد لماذا برشلونة؟ لأن برشلونة مركز سياحي أساسي يأتي الكثير من السياح من مختلف مناطق أوروبا إلى هناك وبالتالي اختارت عملية يصعب أن يتم ضبطها معناها عملية الداس يمكن لأي شخص أن يكتري شاحنة وأن يصعد فوق الرصيف وأن يقوم بقتل العشرات من الأبرياء طيب نود أن استهداف إسبانيا بهذا الوقت لماذا؟ استهداف إسبانيا بهذا الوقت أولا ليس مفاجأة بالنسبة للذين هل له علاقة بما يقع بالشرق الأوسط؟ بطبيعة هل له علاقة بما يقع بالشرق الأوسط لأن ننسى بأن إسبانيا هي جزء من أوروبا وأوروبا كلها الآن هي مستهدافة من طرف ما يسمى بالدئاب المنفريدة لماذا استهداف إسبانيا؟ لأن إسبانيا انخرطت في الحرب العالمية ضد الإرهاب إسبانيا قامت بتفكيك العشرات من الخلايا يعني خلايا تنظيم داعش أساسا لأنهما بين 2013 و2016 تم تفكيك حوالي 154 خلية 84% من هذه الخلايا تنتمي إلى تنظيم داعش وبالتالي كانت إسبانيا تقود حربا دروسا للتنظيم داعش فوق ترابها وجاءت هذه العملية طويلة حال انتقامية التقارير الاستخباراتية الإسبانية منذ عام 2015 كلها كانت تحذر الحكومة الإسبانية من احتمال وقوع هجمات إرهابية وأساسا يمكن أن تقع هذه الهجمات في برشلونة لماذا برشلونة؟ لأن أولا هناك جالية مسلمة كبيرة في برشلونة هناك عمليات استقطاب أسرع كما تشير إلى ذلك تقاريرات الخبارات الإسبانية في منطقة برشلونة ووجود قاعدة رئيسية لما يسمى بالسلفية الجهادية وأيضا لتنظيم داعش فيما بعد التقرير الأخير للحكومة الإسبانية الذي أشرف عليه خرخيم راقاس وهو مدير ديوان رئيس الحكومة مريانو الرخوي كان يشير إلى أنه ستقع هناك احتمالات تقرير خاص بالأمن القومي وأن هذه الهجمات ستقع أساسا في ثلاث مدن التي تعتبر هي ربما الحاضنة الأساسية المتطرفين أساسا إما برشلونة أو مدريد وكانت تقرير يقول بأن احتمال أكبر أن تقع في برشلونة كما لاحظنا يوم أمس نعم نود أن نتحدث عن التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا إلى أي مدى ساهم هذا التعاون في الحد من الخطر الإرهابي لاحظنا أن التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا تطور بشكل سريع منذ عام 2004 يعني منذ اعتداءات قطارات الضواحي بأطوتشا لاحظنا بأن المغرب كان مزودا رئيسيا للدولة الإسبانية بحكم أنه له معلومات عن أفراد يعني سواء بعض أفراد الجالية المغربية الذين تطرفوا أو بعض الأشخاص الذين تربطوا من بعض العلاقات والاستخبارات المغربية الكثير من الموطيات عنهم وكانت تزود بها الاستخبارات الإسبانية بلاحظنا بأنه كانت هناك عمليات مشتركة ما بين قوات الأمن المغربية وقوات الأمن الإسبانية في تفكيك الكثير من الخلايا خصوصا كانت في سبتا ومليلية وأيضا في مدينة برشلونة ومدريد نعم الإعلامي نبي درويش رئيس تحرير بيقات بديئة تيفي وبختص بشكل إسباني شكرا جزيلا لك وسنتقف في النشرة التاسعة بإذن الله